الفاتحة الفلسطيني الحقيقة عبود بطح انتقت في فيديو الصمت العربي والتطبيع مع العدو في الوقت اللي بتستمر فيه المجازر واخرها المجازر التلاتة دول نشوف كده الفيديو بتاعه عزيزي المشاهد اوعى امسك اعصابك بقى عشان اوريك الاشد بشاعة من ده في وسط المجزرة البشعة اللي حصلت في مواصي خان يونس والمجازر التانية والكل شاب بعينه المجزرة وسائل اعلام الاحترمة والسوشال ميديا بينقلوا الصورة المفزعة دي للناس اللي اتقطعت اشلائها كان فيها وسائل اعلام العربية للأسف اتحولت لناطق رسمي للاحتلال قلتلك امسك عصابك طبعا انتو عارفين مين وسائل اعلام العربية اللي انا بتكلم عليها اللي اصبحت الناطقة الرسمية باسم او بروايات نتانياهو انا بتكلم على قناة العربية السعودية وسكاي نيوز العربية اللي محسوبة على المملكة السعودية العربية السعودية اللي عليها عالم كده يعني ديها عالم مياه كده مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله وسكاي نيوز اللي ما بتاعت الامارات والحدث شوفوا العواجل في وسط المجازر دي بتاعت ثلاث قناوات دول ادي العاجل بتاع العربية ازاعة الجيش الاسرائيلي هدف الغارة في خان يونس كان محمد الضيف قائد الجناح العسكري الحماس الحدث الاماراتية ازاعة الجيش الاسرائيلي هدف الغارة كان محمد الضيف ادي ام تي في الجيش الاسرائيلي محمد الضيف كان قائد ال بي سي مرسل ازاعة الجيش الاسرائيلي هدف الغارة ده هما بتكلموا عن اسرائيل بس اه المهار ازاعة الجيش الاسرائيلي محمد الضيف كان مختبئا مكان فوق الارض ادي ازاعة الجيش الاحتراجة تزعم عن محمد الضيف هو هدف البجزرة سكاي نيوز اللي مرتع أعلام الجيش الاسرائيلي الجيش إيهائيه هاجم موقع في خانيوز بهدف القضاء على الحمر الضيف كله قنوات الحدث والعربية وسكاي نيوز كلها بقت إذاعات للجيش الاسرائيلي بس ما بتنقلش حاجة في العواجل غير الروايات الإسرائيلية وأن محمد الضيف كان موجود في منطقة المجزرة الإزاعات والتلفزيونات العربية العربية السعودية بقت ناطق باسم جيش الاحتلال الحدث الإماراتية بقت ناطق باسم جيش الاحتلال القنوات دي خصوصا القناة العربية دي شغلتها أنها تتبنى رواية الإحتلال الإسرائيلي بأنهم عملوا مجزرة عشان مستهدفين قائد كتاب القسام حمر الضيف القصة دي خلت النشطاء كتير يهاجموا القناة ويعتبروها أنها بوق للاحتلال وفيها افتاكن الأعلى ضمنها على منصة إكس اسمه العربية شريك في الإبادة أهو قاطعوا قناة العربية سوى الحدث أصبحت المتحدث الرسمي باسم الكيان الصيوني فبينما العالم ينشر الجريمة ضد المدنيين هم يحرفون الرأي العام تجاه إنجاز وهم كاذب يبثوا الصهينة وبتغطية مباشرة تنازلتم عن الدين وعن العروبة والآن عن الإنسانية قاطعوهم فقد باعوا كل المبادئ أدهن أبو سلمة بدأت قناة العاهرة الممولة من نظام السعودية بتغطية مفتوحة ليس لنقل مجزرة مواصي خانيونس التي راح ضحيتها أكتر من تلتونين وسبعين ما بين الشهيد وجريح في صفو المدنيين الأبرياء وإنما بدأت تغطية تبرير المجزرة وتوفير الغطاء والمبرر للعدو السهيوني أهو جايبين قصورة قناة العربية تغطية خاصة حول استهداف محمد الضيف تخيل قناة العربية وجايبين المزيع السعودية دي تحتهو تخيل شيء يشلك يعني امسك عصابك فيه نشطاء عمله كوميكس على قناة العربية بيصور حالهم لو كانوا موجودين في بدايات ظهور دعوة الإسلام وبقس النبي بقس النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو العربية قناة العربية كانت موجودة كيتها تبقى واخدأني اتجاه الناس تخيلوا في الكوميكس الحاجات دي أهو عاجل من قناة من مراسل قناة العربية أبو لهب وابو جعل ينفيان تعذيب أتباع محمد والله يبرفو عليهم تركي شالوب لو كانت العربية في زمن النبوة استشهاد أبو الحكم عمر بن هشام قائد الجيش الوطني للدفاع عن مكة في معركة بدر أمام قوات الإرهاب قناة العربية والله العظيم الناس عبقرية والله العظيم الناس عبقرية الملك سلمان نفسه لو كان موجود في دعوة محمد كان دفع لمن يقتل سيدنا محمد الملك سلمان نفسه محمد بن سلمان لو كان موجود كان بعد كتيبة اللي قاتل الجبال خشغجي عشان تصفي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو في الغار أو في أي حتة أيوة هو دفع محمد بن سلمان وهو ده الملك سلمان وهي دي آلة سعود هي دي النشاطاء استدعوا تغريدة قديمة للدعاية السعودي المعتقل حاليا الشيخ عبد العزيز الطريفي والله هاجم فيها القناة العربية التغريدة دي لو انت تفكرينها قال لو كانت القناة العربية في زمن النبوة مجتمع المنافقون إلا فيها ولا أنفقة أموال بني قريزة إلا عليها بسبب التويتة دي الراجل دي أعتقد الدكتور محمد المختار الشنقيتي هاجم برضو الأبواق الإعلامية الناطقة باسم الاحتلال واللي بتبرر الجريمة وكتب التغريدة دي كتب كنا بالأمث نشكو إلى الله تعالى سمت قادة الليكود العربي المطبعين وقعودهم عن نصرة أهل غزة ثم أصبحنا اليوم نشكو يا الله تعالى أصواتهم الإعلامية المسوغة للجريمة ووقفهم في صف الصهينة الأندال فاللهم إليك المشتكى في الحالين مجزرة مواصي خان يونس قلوب عبرية بألسنة عربية في صور أو رسومات كاريكاتية كاريكاتير عمالها النشطاء لفتح قناة العربية وإزاي بتبسس لهمهم عشان تهاجم المقاومة وتدعم إسرائيل فتعمل المكس ده كده أهو قناة العربية خان يونس أدي محمد بن سلمان أهو قناة العربية أنا موجيش حالة من عندي محمد بن سلمان نفسه نفسه العبرية الحدث